الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعنا وبعد حياكم الله أخواني الطلاب في درس اليوم سائلين الله تعالى التوفيق والسداد ونسأل جل في علا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما أخواني الطلاب بإذن الله تعالى نتناول في درس اليوم كما هو ظاهر أمامكم بإذن الله تعالى نأتي على الوحدة الخامسة الدرس الرابع والعشرين بإذن الله تعالى وهو النسخ في القرآن الكريم نبدأ مستعينين بالله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الخامسة الدرس الرابع والعشرون نتناول فيه بإذن الله تعالى درس النسخ في القرآن الكريم ما هو النسخ وماذا يراد به النسخ في القرآن الكريم ومامكم رابط الدرس أولا نأتوا أيكم أخوانا الطلاب والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبثة نكالا من الله آية نسخ لفظها وبقي حكمها الرجم في حق الثيب كذلك نسخ أيضا ما ذكر العلماء في حق الشهداء كان نزل فيهم أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ هذا اللفظ وأنزل الله في ذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتها بل أحياء عند ربهم يرزقون إذن أخوانا الطلاب النسخ ما هو النسخ وماذا يراد به وقال هناك نسخ في القرآن الكريم وهل لا زالت آيات قد نسخت وبقي لفظها باق في القرآن الكريم وما الفائدة من معرفة الناسخ والمنسوخ بإذن الله تعالى نتناول ذلك في درس اليوم أخوانا الطلاب ناتي أولا إلى تعريف النسخ لغة يطلق النسخ في اللغة على عدة معاني منها أولا الإزالة يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته ثانيا التبديل ومنه قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إذن يطلق في اللغة على الإزالة أو التبديل كذلك أخوانا الطلاب ناتي إلى تعريف النسخ اصطلاحا ما هو النسخ في الاصطلاحا أخوانا الطلاب النسخ اصطلاحا هو رفع حكم شرعي ثابت بنص شرعي يرفع ذلكم الحكم الذي ثبت بنص شرعي بنص آخر متأخر عنه إذن هو رفع حكم شرعي ثابت بنص شرعي وذلكم الحكم الشرعي الذي ثبت بنص شرعي يرفع بحكم آخر وبنص آخر لكن ذلكم النص متأخر عن النص الأول هذا هو تعريف النسخ أمثلة للنسخ نأتي وياكم لذكر أمثلة للنسخ أمور فعلت ثم نسخت أحكام شرعت ثم نسخت أولا للنسخ أمثلة كثيرة من أهمها نسخ فرض استقبال بيت المقدس بالصلاة باستقبال الكعبة المسلمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما استقبل بيت المقدس ستة أشهر وعليه الصلاة والسلام صلي إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك الحكم وأمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة نأتي وياكم إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه نسخ استقبال بيت المقدس الذي ثبت بالسنة فنسخ بماذا نسخ بالقرآن فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن قبله قال تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى بيت العتيق ونسخها فقال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرة للمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هذا هو المثال الأول نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة ثانيا نسخ فرض قيام الليل في أول سورة المزمل بما نزل في آخرها فقد كان قيام الليل فرضا ثم نسخ ذلك الحكم ثالثا التدرج في الصلاة في قلة الركعات ثم نسخ ذلك بفرض الصلاة بركعات المعلومة وأنا طلاب صلاة الحضر والسفر أول ما فرضت ركعتان ركعتان سواء في الحضر أو في السفر يصليهما ركعتان وذلك من باب التدرج في تشريع الأحكام ثم بعد ذلك نسخت صلاة الحضر فزيد فيها فتصلى أربع ركعات أما صلاة السفر فبقيت على ما هي عليه تصلى ركعتان في حديث عشرة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر على ما هي عليه ركعتان وزيد في صلاة الحضر إذن أخوان طلاب أمثلة النسخ الذي أتينا عليه أولا استقبال بيت المقدس ثانيا نسخ فرض قيام الليل ثالثا أتدرج في قلة الركعات كل ذلك من أمثلة للنسخ سؤال هل النسخ ثابت في الكتاب والسنة؟ نقول نعم النسخ واقع في نصوص الوحي فمن أدلة ذلك من كتاب الله تعالى ما يتي إذن النسخ ثابت في الكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أدلة ذلك أولا قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إذن الآية صريحة في النسخ وأن الأحكام تنسخ كذلكم هذه الآية برهان صريح على وقوع النسخ في القرآن بمعنى الإزالة والتبديل وذلك بأن ينزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية على خلاف آية نزلت قبلها تغير حكمها إلى حكم جديد قوله تعالى كذلك من الأدلة على وقوع النسخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون إذن الآية صريحة في النسخ وإذا بدلنا آية فدلت على النسخ قال مجاهد وإذا بدلنا آية مكان آية أي رفعناها فأنزلنا غيرها سؤال هل النسخ يقع في الاعتقاد والأخبار أم النسخ خاص بأمر واحد فقط هل يمكن يقع النسخ في الاعتقاد في الأخبار التي أخبر الله تعالى عنها عن الأمم الماضية وكذلك مقص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هل يقع فيها النسخ أو هو مختص بالأحكام الشرعية فقط الجواب لا يقع النسخ في أمور الاعتقاد والأخبار ويقع النسخ في الأحكام إذن أخوان الطلاب النسخ خاص فقط بالأحكام الشرعية أما الأخبار ما أخبر الله بأن يوم القيامة وما قص الله على نبيه فلا يقع فيها نسخ والأمور الأتقادية لا يقع فيها نسخ إنما النسخ مختص بالأحكام الشرعية ما هي طرق معرفة النسخ؟ كيف نعرف أن هذا النص ثابت أو غير ثابت أو نسخ أو لم ينسخ؟ نأتي وإياكم إلى معرفة طرق النسخ يعرف النسخ بواحدة من طرق ثلاث هي أولا أن يأتي في لفظ النص ما يفيده صراحة أن ذلك الحكم قد نسخ وقد بدل مثال ذلك في لفظ الآية نسخ في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون بقوله بعدها الآن خفف الله عنكم إذا قوله تعالى الآن خفف الله عنكم لفظ صريح في نص الحكم الأول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين على عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين كذلك من طلق بعرفة النسخ أن يأتي في سياق النص قارينة تدل على أن ذلك الحكم قد نسخ نسخ حكم حبس الزواني في البيوت الوارد في قول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتي أتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا الحكم في هذه الآية قد نسخ ما زالت هذه الآية تتلى في سورة النساء تقرأ إذن أخوان الطلاب آية نسخت وما زالت تقرأ كان الحكم الأول لمن أتت الفاحشة من النساء أن يسجدوا عليها أربعة فإن شهدوا فيمسكوها في البيوت حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلا هنا لفظ أفاد أن ذلك الحكم قد ينسخ وذلك نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا فما هو الحديث أخوان الطلاب خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم هذا الحكم الأول فمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت نسخ ذلك الحكم بالبكر ما حكمها نقول البكر حكمه تجلد مئة جلدة وتنفى سنة أما الثيب تجلد مئة جلدة ثم يكون بعد ذلك الرجم في حقها إذن الحكم الأول فمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت آية تقرأ لكن هل هو باق نقول قد نسخ ذلك الحكم بقوله قد جعل عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا إذن أتى في السياق النسق قريلة تدل عليه قوله تعالى ويجعل الله لهن سبيلا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا ومن طرق معرفة النسخ أخوان الطلاب أن يعرف تاريخ المتقدم والمتأخر فالمتأخر في تشريعه ناسخ للمتقدم كما هو الشأن في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ومما يفيد في هذا أي في معرفة تاريخ المتقدم المتأخر تمييز المتقدم في نزوله بمعرفة المكي والمدني إذن أخوان الطلاب طرق معرفة النسخ أولا أن يأتي في لفظ النسخ ما يفيده صراحة ثانيا أن يأتي في سياق النسخ قريلة تدل عليه ثالثا أن يعرف تاريخ المتقدم والمتأخر نأتي إلى مسألة أقسام النسخ في القرآن الكريم يأتي النسخ في القرآن على أقسام هي نأتي إلى أقسام النسخ في القرآن الكريم أولا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة هذا هو القسم الأول القسم الثاني نسخ الحكم والتلاوة والثالث العكس نأتي إلى القسم الأول نسخ الحكم مع بقاء التلاوة قوله تعالى وَلَّا تِيْتِنَا فَحِشْتَ مَنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتِشْهِدُوا عَلَيْهِنْ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ الآية هذه الآية نسخت بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وكما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا فهذا الحكم الذي في الآية قد نسخ الذي هو فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت نسخ الحكم لكن تلاوة الآية لا تزال باقية عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر الحديث وذكرنا ذلك وهنا الطلاب وهذا النوع من النسخ فرض على الفقيه تمييزه في نصوص الكتاب والسنة لماذا؟ لما له من آثر في الأحكام العملية وهذا هو الذي اجتهد المصنفون في باب النسخ في تتبعه وجمعه القسم الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم الآيات تنسخ لكن الحكم باق مثال ذلك هذا النوع قليل وجود في النصوص المنقولة إلينا ومثال ذلك أخوان الطلاب يأتي معنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه عمر يخبر لنا عن آية قد نسخت وبقي حكمها حديث عمر الخطاب رضي الله عنه قال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله تعالى آية الرجم قال عمر رضي الله تعالى فقرأناها وعقلناها ووعيناها وفي رواية وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه مع البتة هذه الآية قد نسخت تلوتها منسوخ ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وفي رواية ولولا أن يقولوا أثبت في كتاب الله ما ليس فيه لا أثبتها كما أنزلت فأخشى طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبلة أو الاعتراف إذن هذه الآية قد نسخت وحكم الرجم باقي القسم الثالث نسخ التلاوة والحكم كلاهما ينسخ التلاوة والحكم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن إذن أخوانا الطلاب كان فيما يقرأ من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم والحكم كان موجود معها فنسخت الآيات التي عشر رضاعات تحرم ونسخ حكمها بماذا نسخت؟ نسخت بخمس معلومات أي خمس رضاعات معلومات هي التي تحرم إذن هذا هو القسم الثالث نسخ التلاوة والحكم إذن أخوانا طلاب أقسام النسخ في القرآن الكريم أولا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ثانيا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ثالثا نسخ التلاوة والحكم هذه أقسام النسخ في القرآن نسخ الحكم وتبقى التلاوة أو تنسخ التلاوة يبقى الحكم أو ينسخان جميعا التلاوة والحكم ما الحكمة من النسخ؟ نأتي إلى بيان الحكمة من النسخ وانا الطلاب أولا التخفيف على المكلفين لأجل اختبار ممتحان صدق إيمانهم كما في نزول قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فقد نال المسلمين من حرج شديد فلما وقع منهم التسليم وننقياد أنزل الله عز وجل تصديق ما في قلوبهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير ونزلت الآية بعدها بالتخفيف هذا الوجه على قول من يعد هذه الصورة نسخا كذلكم التدرج في التشريع لحداثة الناس بالجاهلية لما فيه من تعليف قلوبهم على الإسلام ومثال ذلك أخوان الطلاب التدرج في تحريم الخمر فقد بدأ الأمر بقوله من ثمرات النخيل ولا نابتة تخذن منه سكرا ورزقا حسنا ثم أنزل الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ثم كانت النهاية مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجلس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون كذلك أخوان الطلاب من الحكمي من النسخ إظهاروا نعمة الله عز وجل بما يرفعوا من الحرج والضيق بنوع سابق من أنواع التكاليف ومثال عدة المتوفى عنها زوجها حيث كانت تعتد عاما كاملا أول الأمر ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة فجعل الله تعالى عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة ففيه إظهار لنعمة الله تعالى بعد أن كانت تعتد عاما كاملا أصبحت تعتد أربعة أشهر وعشرة كذلكم من حكمة النسخ تاما أخوان الطلاب تطيب نفوس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام ونفوس أصحابه بتميز هذه الأمة على الأمم وإظهار فضلها ومثال قصة نسخ استقباله قبله حيث كانت حين فرضت الصلاة إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة تطيب لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أخوان الطلاب ختاما أتينا للحكمة من النسخ أولا التخفيف على المكلفين ثانيا التدرج في التشريع ثالثا إظهار نعمة الله تعالى وختاما تطيب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه هذه أخوان الطلاب هي الحكمة من النسخ إذن أخوان الطلاب أتينا على درس النسخ في القرآن الكريم سألنا الله تعالى في ختام درسنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد وإذن أخوان الطلاب موضوع درس النسخ في القرآن الكريم ورابط الدرس أتينا بختام درس النسخ في القرآن الكريم على ختام منهج علوم القرآن الكريم نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما دائما سائلنا الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد ودائما نقول اللهم جعلنا مباركين أينما كنا ودائما نقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شيء سهلا اللهم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين ختامنا أخوان الطلاب في ختام درس اليوم نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد